زي ما حكينا انه المركبات العضوية تحتوي على ذرة كربون واحدة على الاقل وهاي الذرة اللي هي ذرة الكربون تحتوي على اربع الكترونات في غلافها الاخير يعني المستوى الاخير فهذه الالكترونات الاربع بدها تعمل اربع روابط من نوع تساهمية ممكن انه تكون تساهمية احادية وممكن تكون تساهمية ثنائية وممكن تكون تساهمية ثلاثية وبعد هيك حكينا انه قام الكيميائيون بوضع فرع من فروع الكيمياء العضوية وسموه اللي هو المركبات الهايدرو كربونية ومن اسمها يعني تحتوي على هايدروجين وكربون شو رايكو هلا نبدأ نتعرف على هذه المركبات من خلال المخطط الاتي خلينا نشوف المخطط زي ما انتو شايفين انه المركبات الهايدرو كربونية تنقسم الى نوعان مركبات اليفاتية ومركبات اروماتية لو بدأنا بالمركبات الاروماتية معتينا مثال اللي هي حلقة البنزين لو عدنا الى المركبات اللي هي الهايدرو كربونية الاليفاتية اللي بتنقسم الى نوعان مشبعة وغير مشبعة نبدأ هلا بالمركبات الهايدرو كربونية الاليفاتية المشبعة اللي هي الالكانات وخلي في بالكو ان الالكانات اللي هي جميع الروابط ما بين ذرات الكربون هي تساهمية وحادية هاي العائلة الألكانة تقسم إلى قسمين قد تكون سلاسل مفتوحة مثل البروبان اللي هو CH3, CH2, CH3 زي ما أنتم شايفين وممكن تكون اللي هي السلاسل مغلقة أو تسمى الحلقة اللي بيسموه البروبان الحلقي هلأ نرجع مرة تانية للمركبات الهايدروكربونية الأليفاتية اللي هي النوع الثاني الغير مشبع الغير مشبعة في إنا نوعين في إنا الألكينات والألقاينات خلينا نتحدث هلأ على الألكينات وهي بتحتوي على نوعين إما سلاسل مفتوحة مثل البروبين أو سلاسل مغلقة أو حلقي نسميها مثل البروبين الحلقي ولو انتقلنا هلأ إلى المركبات الهايدروكربونية الأليفاتية اللي حكينا غير مشبع اللي هو النوع الثاني اللي هو الألقاينات لأقولنا إنه هي بتتكون من نوعين النوع الأول نسميها سلاسل مفتوحة مثل بروباين قد تكون سلاسل اللي هي مغلقة أو حلقي يسمى البروباين الحلقي خلينا نلفت انتباهكم ونذكركم تركزوا على هذا الموضوع الألكينات اتفعنا إنه جميع الروابط ما بين ذرات الكربون نوحة تساهمية أحادية أما في الألكينات يوجد عنا رابطة ثنائية ما بين ذرتين كربون أما الألكينات توجد إنه رابطة تساهمية ثلاثية ما بين ذرتين كربون بهيك بيكون قدرنا نصنف المركبات اللي هي الحيدرو كربونية اللي إلى أنواعها أكيد المرة الجاي راح نتعرف على كل نوع من هاي الأنواع بالتفصيل لنشوفكم